السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة على قناتكم قناة مغرب وبريطانيا موروكن اند بريتيش في هذه الحلقة نتكلم عن أمر مهم جدا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون التقديم للتأشير البريطانية لكن الشريك البريطاني الخاص بهم لديه إحدى الحالات التي تجعله يستثنى من شرط الحصول على مبلغ 18600 باوند سنويا إذن إذا كان الطرف البريطاني مستثنى من إظهار أنه يحصل على 18600 باوند في العام سيتوجب عليه إظهار ما يسمى بـ Adequate Maintenance إذن ما هي Adequate Maintenance ومن هم الأشخاص المعنيون بها وكيف يتم حساب Adequate Maintenance وما هي الوثائق المادية التي يجب إظهارها في حالة Adequate Maintenance لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل جديد كذلك نشارك معكم بعض خدماتنا نقدم لكم حصص تدريبية على تطبيق زوم للتحضير لامتحان IELTS للغة الإنجليزية A1, A2, B1 بثمن رمزي ومناسب عملية تقديم الابليكيشن كذلك نقدمها لكم إذن ملء الاثمار الخاصة بتأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية بثمن جد معقول لكل من يريد التقديم لهذه التأشيرات كذلك نقدم استشارات خاصة حول الزواج المختلط بين طرف مغربي وطرف بريطاني عبر تطبيق زوم بثمن مناسب حيث نواكب ونقدم لك جميع الخطوات التي تحتاجها وكل ما عليك فعله من الألف إلى الياء وحتى تحصل على عقد الزواج الخاص بك المرجو التواصل معنا على الواتساب على الأرقام التالية إذن ما هي adequate maintenance؟ إذن المتطلبات المادية في الحالات العادية تتطلب التوفر على 18600 باوند سنويا مع مبلغ إضافي بالنسبة لكل طفل في حين أن بعض الحالات لا تجيب على المتقدمين لهذه التأشيرة استفاء شرط 18600 باوند في العام لكن عوض ذلك يجب عليهم إظهار أنهم قادرون على تمويل أنفسهم وآئلاتهم في بريطانيا وفي هذه الحالة نعطيكم معنى adequate maintenance أو الصيانة المناسبة أو الصيانة الكافية وصياقها في قانون الهجرة إذن الصيانة الكافية أو adequate maintenance تعني أنه بعد آداء ضريبة الدخل والشراكات التأمين الوطنية وكذلك النفقات الخاصة بالمنزل يجب أن يبقى هناك مبلغ معين في حالة ما كان الطرف البريطاني يتلقى مساعدات من الدولة هذا المبلغ ليس محددا في قدر معين ولكنه يختلف حسب عدد الأشخاص في كل عائلة إذن يجب أن تثبت أن الدخل الذي تحصل عليه بعد خصم ضريبة الدخل اشتراكات التأمين الوطنية وتكاليف السكن يساوي أو يتجاوز دعم الدخل الذي ستسلقاه عائلة بريطانيا بنفس عدد الأشخاص في عائلتك إذن الآن نمر إلى من هم الأشخاص الذين يجب عليهم أو يحتاجون أو يخضعون لأدكويت مانتننس أو الصيانة الكافية أو الصيانة المناسبة إذن القضايا التالية يجب عليها أن تكون خاضعة للصيانة المناسبة أو أدكويت مانتننس فكل الأشخاص الذين يتلقون أحد المساعدات الحكومية في الحالة التالية أو إحدى المساعدات التالية Disability Living Allowance يعني بدل المعيشة الخاصة بالإعاقة Severe Disapplement Allowance بدل الإعاقة الحادة أو الإعاقة الشديدة Industrial Anjury Disapplement Benefit Attendance Allowance بدل الرعاية Careers Allowance بدل مقدم الرعاية Personal Independence Payment PIP Armed Forces Independence Payment or Guaranteed Income Payment under the Armed Forces Compensation Scheme Constant Attendance Allowance Mobility Supplement or War Disapplement Pension Under the War Pension Scheme إذن كانت هذه لائحة الأشخاص الذين يمكنهم التقديم للإعاديكويت مانتننس إذن الآن كيف يتم حساب أديكويت مانتننس إذن Calculating Adequate Maintenance يجب عليك إرضاء الهوم أوفيس باستفائك لشرط أديكويت مانتننس وهذه طريقة حسابها لدينا هذه المعادلة A ناقص B أكبر من أو تساوي C إذن ما هي هذه الرموز وما هو التعريف الخاص بها إذن A تعني الدخل الصافي أو Net Income أي بعد خصم الضريبة والشتراكات التأمين الوطنية منه بالنسبة لB تعني Housing Cost أو تكاريف السكن بالنسبة للحرف C يعني The amount of income support an equivalent family unit can receive in the UK أي المبلغ الخاص بالمساعدات الذي ستسلقى عائلة بريطانيا بنفس عدد أفراد أسرتك وكمثال على ذلك لنفترض أن الطرف البريطاني يحصل على دخل أسبوعي يقدر ب175 باوند إذن بعد خصم الضريبة والشتراكات التأمين الوطنية ولنفترض أن تكاليف السكن تقدر ب100 باوند أسبوعيا ولدينا المبلغ الخاص بالمساعدات الذي ستسلقاه عائلة بريطانيا مكونة من زوجين بدون أطفال محدد في 114.85 باوند إذن المعادلة ستكون كالأتي سيكون لدينا الحرف أ هنا من المعادلة هو 275 باوند والحرف B هو 100 باوند إذن 275 باوند ناقص 100 باوند أكبر من أو تساوي 114.85 باوندا إذن 114.85 هنا تمثل الحرف C إذن إذا قمنا بهذه العملية 275 باوند ناقص 100 باوند هي 175 باوند إذن أكبر من 114.85 باوندا إذن في هذه الحالة هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص يخضع لـ Adequate Maintenance ويجب عليه تقديم وثائق مادية خاصة بالـ Adequate Maintenance إذن ما هي الوثائق الخاصة بالـ Adequate Maintenance؟ الوثائق المادية كالأتي نذكرها لكم باللغة الإنجليزية إذن أصدقائي كانت هذه حلقتنا عن Adequate Maintenance نتمنى إن شاء الله أن تكون مفيدة لكم نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى مع موضوع آخر لا تنسوا الإعجاب، اشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته